اهلا بذلك اترا الشوتار جريت فايف اهلا بكم في تشانل سوبر مذاكرة معاكم ميسيس شايماء مونير ونكمل الكونسيفت بتاعنا changes in food web وده part number 4 والاخير في الكونسيفت دوت واللي ما شافش البرتس اللي فاتت هسيب الرابط بتاعها اسفل الفيديو دوت وكمان متنسوش لايك وشير الفيديو دوت وتشتركوا معانا كمان في التليجرام والفيسبوك هسيب الرابط بتاعها اسفل الفيديو دوت والسطوري بتاعتي مع انكل منصور اللي بيحب بترافل مور هنكمل الكونسيف once upon a time في السمر اللي فات كمان وداني ماي انكل منصور اللي بليس تاني وكان بيوتيفول وهو بيوتيفول آيلان واسمها آيلاند أوب بالاو آيلاند أوب بالاو وهناك ماي انكل اللي هنا البيبول عاملين بروجرام بروجرام علشان كيب يحفظوا على المارين انفيرومنت هنا البالاو بيبول هنا عملوا مناجد يداروا الهيومن اكتفزز انشطت اللي هي البشرية وعملوا بروجرام علشان كيب المارين انفيرومنت البيئة البحرية وقلت الانكل احنا نوض في اللاند وما نروحش عند المارين انفيرومنت البيئة البحرية دي علشان ما نعمل لاش اي حاجة فقال لي انكل انتي بوسبول من المستحيل سيبريت وات هابند اللي انت تفصلي باللي بيحصل اون لاند وتفصلي عن وات هابند اللي هيحصل في المارين انفيرومنت قلت له ازاي قال لي مثلا لو احنا ثرو الگاربج بتاعتنا والبلاستيكس يعني بدلمي القمامة بتاعتنا والبلاستيكس اون لاند ده هيأثر برضو عالمارين انفيرومنت اصلا احنا ما نقدرش سيبريت اللي بيحصل في اون لاند عن اللي هيحصل بالمارين انفيرومنت والبروغرام اللي عاملينه دوت علشان كنترول المارين انفيرومنت ديت وده عن طريق الاوشان بتاعهم يعني تجنب تلوث الاوشان بتاعهم ولسه ما يانكلكم بليت الكلام بتاعه فجأة لقينا بوليسمان راح لفشورز للفشورز صيادين عملين 어�ورفشينج بيصطادوا كتير وهنا انكل قال لي اصلا هنا فيه كولورريف كولورريف وعلشان يحافظوا على كولورريف ديت هما فربيت بيمنعوا الأوورفشينج دوت وكمل وقال لي ده هما المفروض كمان علشان كونزر كونزر يحافظوا على كولورريف ديت should create اللي هما يبتكروا أو يعملوا well-designed protected محميات بحرية طبيعية في جاية التصميم well-designed جاية التصميم ده بجانب إن هما make sure لازم يتأكدوا إن الفشers aren't not overfishing ما بيعملوش overfishing aren't not overfishing وهنا أنكل قال لي فهمتي بقى هما بيعملوا إيه علشان conserve the coral reef قلت له أيوة قال لي قوليك question دوات scientific term الhuman activity النشاط الactivity اللي بيعملو الhuman that leads اللي بيؤدي to decrease نية L the number of fish and affected وبيأثر على many marine food webs على شبكات غذائية مني كتيرة إيه هو الhuman activity اللي بيحصل دوات طبعا أنا قلت له رفع عليكم overfishing overfishing وفهمتي من my uncle وإحنا في island of Palau في Palau إن it is impossible من المستحيل to separate اللي إحنا نفصل بwhat happened on land اللي بيحصلت في الأرض عن from يعني what happened in the marine environment من اللي بيحدث في المارين environments وعرفت منه إن البيبول هناك in Palau must closely manage اللي هم قاموا بإدارة الhuman activities human activities اللي هي الأنشطة إيه؟ البشرية وده عن طريق buy programs buy programs عملوه وكل ده علشان keep the marine environment يحفظ على marine environment وده من خلال اللي هم control the marine environment هم تحكموا في المارين environment ديك buy a void عن طريق تجنب polluting the ocean polluting the ocean تلوث المحيط بتاعهم وكمان عشان conserve اللي هو color reef اللي عندهم هم أنكل قال إن هم لازم should create well design protected well design protected the marine environment يعني بيئة بحرية بحميات بيئة بحرية مصممة جيدا well design وده لازم كمان مع إن هم يتأكدوا make sure يتأكدوا إن الفيشورز الفيشورز ما عملوش إيه؟ are not overfishing are not overfishing يعني مش بيصطادوا صيدي جائر ونكمل أنكل وقال لي أنا خايف جدا على المارين أورجانيزميس اللي هنا المارين أورجانيزميس فيدقون هتتغزة على البلاستيك ماتوريالز ديك بلاستيك ماتوريالز وده هيؤدي إلى إن هي داي داي وقلتلو أنا عاوز أشوفهم يا أنكل عاوز أشوف المارين أورجانيزميس ديك اللي هي موجودة هنا رد وقال لي ويهي الكوستن دا الأول what happened if throwing big amounts لو إحنا رمينا big amounts of plastic garbage and waste its materials in water هيحصل إيه طبعا قلتلو أي وكده they will pollute water will pollute هاي لوصل water and المارين أورجانيزميس مالها رأة will be negatively affected will be negatively affected يعني أكيد هتتأثر بطريقة سلبية وركبني أنكل الصوب مارين علشان أشوف المارين أورجانيزميس under the sea ولقيت beautiful marine أورجانيزميس whales وفش والسي تيرتل حتى شفت السي بيردس نزلة وهي وانت عايزة الفود بتاحها feed on الفود بتاحها لكن للأسف لقيتهم عمالين feed on plastic materials plastic materials وهم وشوغدين بلهم نلدمش الفود بتاعهم فقلت الأنكل هم عمال كده ليه قال لي إن فيه marine organisms can't differentiate differentiate ما تقدرش تفرق between real food الفود بتاعها الحقيقي and the plastic real food and the plastic وقلت له ازاي يعني أنكل قال لي قولي لك question دلأول correct is underlined marine living organisms can't differentiate between mean and the plastic طبعا نقول رابع عليكم real food real food وقلت الأنكل اسألي sea turtles اللي عمال feed on a lot of plastic materials وفعلا رحت سألتها انت feed on plastic materials اللي ايه قالت لأ ده الفود بتاعي jellyfish ده ده jellyfish الفود بتاعي وده delicious قلت لها لأ دي plastic materials ودي toxic toxic سامة وكمان sharp sharp حد بالنسبة لك انت وكل marine organisms هنا استغربت وقالت ايه ده انا كنت فاكرها jellyfish بتاعي ودلوقتي هيحصل لنا ايه لما احنا ايت plastic materials قلت لها دي هار وممكن تخليك يضاي وفعلا لقيتها داي وانا قعدت cry وببص انا ومي انكل من السب مارين لقين الريز بتاعت الصند الاشعة بتاعتها very strong وكان plastic products broken down اقصرت small pieces وكان الكولر عمال filter filter بيصفي الووتر علشان feed on يتغذى على الفود بتاعه وكان لسه هو eat اللي هي small pieces دي قال له انكل no no ده toxic toxic سام وكمان sharp don't eat دي دي yet micro plastic micro plastic وقلت الانكل ايه هو المايكرو بلاستي ده اللي هو toxic and sharp اللي اي كوست ده الاول true or false المايكرو بلاستي are هي بتكون non toxic غير سام and healthy وصحية طبعا انا قلت اضراف عليكو false وقاللي انكل اني المايكرو بلاستي مايكرو بلاستي هي بلاستي products منتجات بلاستي وهي get broken down into smaller pieces اتصالي smaller pieces حتى هي smaller than a grain of rice اصغر منحب الرائس اللي عرفت سيها اللي بقى يلا ري question the complete plastic products get broken down into smaller pieces اللي هي smaller than a grain of rice اصغر منحب تي الرائس طبعا قلت اللي هي روب عليكو مايكرو بلاستي مايكرو بلاستي وعرفت انا في السب مارين اني في marine organisms marine organisms feed on البلاستي تتغذ على البلاستي وفي marine organism تانية feed on مايكرو بلاستي مايكرو بلاستي والمارين اللي هي feed on البلاستي زي الwhales و sea birds و fish with sea turtles sea turtles وهم feed on او eat a lot of plastic a lot of plastic thinking that هم بيعتقدوا اني دا real food بتاعهم زي turtle كده اني كان تفكرة it is a jellyfish الفكرة is jellyfish well plastic well plastic بالنسبالهم is not nutritious not nutritious مش مغزي it كان اصو بس هو toxic and sharp toxic same and sharp و بالشكل دول so they get harmed كده بيتضر they get harmed اما بقى marine organisms اللي feed on micro plastics الكورال الكورال reef والكورال reef دية when they filter filter لما بصفي sea water علشان get their food they inject ingest يعني هي بتبتلع micro plastics micro plastics that are as small as عقصلا هي small جدا زي ايه زي الفود بتاح as the species of their food وطلعنا على الايلاند تاني وقلت الانكل the plastics they are very harmful للمارين organisms because they are toxic وكمان sharply لازم نعمل لهم حاجة لازم احنا reduce البولوشن للي بيحصل from البلاستيك in the sea قال لانكل ايو احنا ممكن نعمل less use اللي هي البلاستيك يعني using less plastic نستخدم بلاستيك قليل using less plastic والاحسن بقى recycle recycle يعني عادة تدويرها اللي هي البلاستيك products ديت instead of بدلا من اللي هو احنا throwing them in the sea throwing them in the sea قال لي عرفته نقدر نعمل لهم ايه قلت له ايوة اللي قولي لي question دا لم عرفته give reason it's better to recycle من الافضل اللي احنا نعمل recycle plastic materials than throwing them in the water قلت اكيد عشان خاطر المارين organisms يبقى بكوز ان البلاستيك products دي are toxic and sharp and sharp without harm وهي بدور الكور وكمان other marine organisms وقاللي انكل برافو عليك اشتركوا في القناة